احتضنت مملكة البحرين حفلة تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة دول مجلس التعاون الدارسين بجامعة الخليج العربي برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي وبحضور عدد من السفراء الخليجيين لدى المملكة وعدد من المسؤولين التربويين الخليجيين وكبار مسؤولي الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين هنأ سعادة وزير التربية الخريجين وأولياء أمورهم معربا عن عظيم شكره وتقديره لرئيس جامعة الخليج العربي ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء ولجميع منتصبي الهيئتين الأكاديمية والإدارية لما يبدلونه من جهود دعوبة في سبيل تحقيق هذا الصرح التعليمي العريق لرسالته وأهدافه النبيلة وأكد الوزير أن جامعة الخليج العربي قد أصبحت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة في دولنا الشقيقة تجسد في أوضح صورة وأقوى دليل وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعد نموذجا حيا يترجم التعاون التعليمي الخليجي المشترك معربا عن اعتزاز مملكة البحرين باحتضان هذه المؤسسة التعليمية الخليجية على أراضيها وأنها لن تدخر جهدا في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بهذا الصرح التعليمي المتميز وأضاف الوزير أن البحرين ماضية في دعمها لاستكمال إنشاء مدينة الملك عبدالله الطبية والتي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وستقام في البحرين على أرض تفضل بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين والسعودية ودعما لجامعة الخليج العربي ومشارعها التطويرية من جانبه ألقى الدكتور خالد العهل رئيس الجامعة كلمة عبر فيها عن اعتزاز الجامعة بتخريج فوج جديد من طلبتها الخليجيين والبالغ عددهم 466 خريجا وخريجا من كليات الطب والعلوم الطبية وبرامج الدراسات العليا وأكد العهل أن الجامعة أصبحت سمعة علمية وأكاديمية عالية وحققت العديد من الإنجازات المشرفة بفضل ما تحظى به من رعاية كريمة من قادة دول مجلس التعاون ومنها تصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات على مستوى الخليج العربي بدوره ألقى الطالب محمود العم كلمة الطلبة الخريجين أكد فيها أن يوم التخرج لن يكون آخر محطة في درب النجاح وتنمية الخبرات لتحقيق المجد لوطن الخليج الأكبر وتلبية احتياجاته ومتطلباته لبناء غاد واعد ومستقبل يفيد بالخير والعطاء والاستقرار ثم قام الوزير بتوزيع شهادات التخرج على عدد من الطلبة الخريجين بمن فيهم جميع الحاصلين على درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى